فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية فالتفرق والاختلاف شر ولكن مع هذا مع نهي الله عن التفرق وعن مخالفة اليهود والنصارى في تفرقهم فإنه حصل في هذه الأمة تفرق واختلاف لكن بعد ما بلغتهم الحجة وقامت عليهم البينة فلا عذر لمن تفرق وخالف فإن هذا عن هوى والتفرق إذا كان عن هوى فإنه لا عبرة به فهذا هو السر في إرادة المصنف رحمه الله لهذه الآيات لأن الكتاب موضوع كله في النهي عن التشبه باليهود والنصارى اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ومن جملة ذلك التفرق فإنهم تفرقوا في دينهم فالله نهى هذه الأمة أن تتفرق في دينها وأمرها أن تكون أمة واحدة على كتاب الله والذي يعصم من التفرق هو التمسك بكتاب الله واعتصموا بحبل الله جميعا فمن اعتصم بحبل الله فلن يتفرق وإنما يتفرق من خالف حبل الله سبحانه وتعالى كما حصل لليهود والنصارى أنهم لما خالفوا كتاب الله تفرقوا كذلك من ضل من هذه الأمة فإن تفرقه وضلاله إنما هو بمخالفة الكتاب والسنة وأما من اعتصم بالكتاب والسنة فإنهم لا يتفرقون أبدا بل يكونون جماعة واحدة